موسيقى أبنو نعيم كيف جاءت الفكرة إحداث المنصة هذه والمدرسة الرقمية التفاعلية كنجوج الدوافع اللي هما أولا دافع اللي كي يرجع للمرحلة الكوفيد وشفنا كيفاش ما كناش مستعدين باش نتعاملوا مع مع المشكل ديال ان غاية عدم الالتحق يعني إنسان تبقى في ضرور وخصو يقرأ إذن كانت هناك حلول اللي هي ترقيعية بحقيقة اللي الإخوان والفاعلين اجتهدوا فيها واحنا قلنا بأن هاد المرحلة هادي خصا تخرج بواحد بواحد الحل اللي هو دائم ونشتغلوا به سواء كان كانت أزمة بحل ديال كورونا أو ما كناش يعني كيفاش نحولوا داك العائق إلى فرصة اللي نشتغلوا على طريق على طريقة التعلم وكانت الفكرة ديال إنشاء منصة تعليمية تفاعلية عن بعد هذه النقطة الأولى والثانية هي أن بزاف ديال ديال التلاميذ اللي كيتواجدوا في مجالة الترابية هي لنائية ما كتكونش عندهم الفرصة أنهم يكونوا عند أساتذاء في أحد المستوى عالي إذن كيكون إقصاء مجالي وقلنا بأن هاتجوش ديال الأسباب كافرين أنهم يعطيوا فرص للنجاح ديال المشروع ديال المدرسة رقمية تفاعلية بالنسبة للمنصة الرقمية تفاعلية كما سنعرف بأن القانون لا ترخش خاصة على المستوى التعليم عن البعد يعني كيف أنتم تخرجوا من المأسيخ هذا؟ نحن حاليا نحن مدرسة ولكن نحن مركز ديال المواكبة المدرسية مازال القوارين لا تسمحش أن هذا النوع ديال المنصة يكون عندهم رمز ديال المصار وأنهم يشتغلوا مع الطالبات ومع التلاميذ الصباح وفي العشية على أساس أنها مدرسة خصوصية نحن مازال ما وصلنا إلى هذا المستوى وهذا ما يعنيش أننا ممكن نشتغلوا حاليا نحن نشتغلوا كخدمة في المجال الدراسي كما قلت لك المواكبة الدراسية التي فيها البعد الدعم المدراسي في المواد في المواد ديال الامتحانات الجهوية والوطنية خاصة البروفي وبروميرانيباك دوزيان ماباك والذي مهم عندنا في المنصة هو المواكبة الأخرى يعني نشتغلوا على توجيه الدراسية نشتغلوا على المهارة النائمة نشتغلوا على اكتشاف المهن بحالة بحنا أن تلميذ ديال البروفي عنده بطريقة تنستدعي مهندسين تقنيين صحفيين وتهضروا على المهنة ديالهم وكيكون واحد الفرصة يعني جيدة لأن الإنسان اللي تيكون مثلاً في مدينة نائية وتيتكلم مع صحفي ولا كيتكلم مع مهندس كيعطيه بعض الإشارات اللي هو كتخليه أنه وتمحل الواحد المينة معينة وتنخدمه بزاف على مثلاً استعدادات النفسية الامتحانات وكنتضموا على مستوى المركز ديال العيول ندوات فكرية وكنتكون الطلبة ديالنا اللي عندهم اشتراك مع المنصة أنهم تحضروا لها عن بعد بالنسبة للتلاميذ كيف يستفيدون للعمل هناك التلاميذ اللي كانت توجه لهم والتلاميذ ديال المدرسة العمومية لأن اللي تخلص يحجب بلاصة ركافية أنها تعطيج ذلك اللي خلص نحن ندرسها تقريباً كوجهة تاليثة يعني الناس عندهم حالياً التوجه ديال المدرسة العمومية أو المدرسة خصوصية نحن نتوجه تاليث أن التلميذ يبقى في المدرسة العمومية وكنواكبوه بشكل مستمر يعني ماكعتوش غداعاً في الرياضية لا تنعتوه وربعات الحصص في السيمانة وكنواكبوه سواء في المسائل اللي هي دراسية أو المسائل اللي غير دراسية نحن تقريباً حالياً عدنا عرض اللي مهم بزاف اللي مكيتجاوش خمسة وعشرين درهم للساعات التاسعة وكتعرفوا الأتمين اللي كنا في السوق وإحنا قلنا بأن مدام أنها من صرق مياه ستكون يعني الولوج ليالها يكون أسهل وأرخص بالنسبة للعائلات وبنسبة للطلبة هل تقريباً من أستاذ معكم؟ نحن حالياً عدنا تقريباً 35 استوديو بين مدن ديالتمارة مراكش أقادير ضلبدة وتازا وعدنا جوج ديال المدن اللي حالياً غادي تفتحوا فيهم اللي استوديو فهد قبل شهر ربعة هما تنجا وزاقورة دونك الأستاذ باش نمكن نشتغلوا على أربعين استوديو خصنا على الأقل واحد سبعين أستاذ باش ندورو يعني يعني أربعين ديال للسوديو غيحنا قدرنا أختيار أن نكونوا مؤسسة اللي فيها يعني مراكيس على المستوى التراب الوطني إذن يعني الأستاذ ما كنطلبوهم كلهم في منطقة واحدة تنطلبوهم في جميع المناطق ديال المغرب إذن أجود وأحسن واللي عندهم تجربة أكبر على المستوى المدن اللي حنا فيها كيكونوا معنا استيسماعيل شكل فئة لستهتفو مدرسة التفاعلية الرقمية هذه المنصة اللي هي منصة لتكوين وتعليم عن بعد كتتم العملية لتكوين وتعليم بطريقة تفاعلية ومباشرة وهذه المنصة كتستهدف يعني بالخصوص التلاميذ المتمدرسين بحيث أنه كانت تعطيهم إمكانية ديال المواكبة في دروس ديالهم وخصوصا في مواد الامتحان هذه الفئة الأولى كذلك كانت تستهدف لغير المتمدرسين عموم يعني الناس اللي مثلا بغوا يتعلموا اللغات بحيث أنه كذلك كان نعطيه تعليم اللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية والإنجليزية وبصفة تالية كذلك استهدفوا يعني المواطنين المواطنين المغرب القاتلين بالخارج من أجل تعلم اللغة العربية وكذلك الدرجة المغربية بالنسبة للأستاذ وشكونا الحضورة الملزمة والتي كنت وعن البعد بالفعل بالنسبة للمنصة يعني الخصوصية ديالها كيفما قلت لك لأنه هو تعليم مباشير كيتم عبر استوديوهات اللي هما عندنا في مختلف مدل المغرب كي عندنا استوديوهات مجهزة بتقنية حديثة بحيث أنه كيكون عندنا التابلو انتراكتيف وكيكون عندنا شاشات من خلف والاستاذ لازم يجي لهاد استوديوهات باش يكون لبت وفق معايير محددينها معايير اللي كتتتضمن الجودة وكذلك تتضمن طريقة مباشرة بحيث أنه الأستاذ من يكي يلقي الدرس ديالو او يعني الدرس فكيكونوا تلامد تيشوفوه بشكل مباشير وكيمكنوا يتفعل معهم ويتجاوب معهم ويترحلهم الأسئلة إذن الاستوديوهات كانت في العديد من المدن منها تضر بيضاء وكذلك أقادير مراكش تازا وطنجا وتمارا تتقربت على المساهمين انتم في التجربة هذه يعني المساهمين كانت تجربة يعني رجال فضل الأول يعني الرئيس المؤسس اللي وسي المنعين فوزي وكان عبد الوربير ضائف وكان كذلك السادة عالية بن عمر وكان واحد تقام كبير في الخفاء اللي خدم في هذه التجربة هذه واللي سهن فيها بشكل كبير